تشريع صيني جديد يشعل التوتر في بحر الصيني الجنوبي المتنازع عليه التشريع يجيز لقوات خفر السواحل استخدام القوى ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني بكين أقرت هذا التشريع لتفرض سيطرتها على مياه بحر الصيني الجنوبي رغم عدم حسب النزاع الدولي عليه من جانبها أدانا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس الخطوة الصينية معتبرا أن نص القانون يشير بقوة إلى إمكانية استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية برايس عبر عن قلق بلاده من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالبها البحرية غير القانونية في بحر الصيني الجنوبي ومع تصاعد التوتر أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التجديد على بيان أصدره وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في يوليو الماضي يعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصيني الجنوبي أمرا غير قانوني بالمطلقة وقبل أيام أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن خلال اتصال مع نظيره الياباني أن جزر سينكاكو في بحر الصيني الشرقي التي تطالب بها بكين أيضا وتطلق عليها اسم دياويو تخضع لمعاهدة أمنية تلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عنها وشهد بحر الصين الجنوب مؤخرا مناورات عسكرية أمريكية وفرنسية باعتبار أن مياهه تخضع للقانون الدولي إلا أن إصرار الصين على فرض سيطرتها عليه ينذر بمواجهة غير محسوبة